السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمل بنسا من فرنسا هذا الفيديو سيخصص لشرح خريطة الشرق الأوسط الجديدة التي أعدها منذ 2006 رالف بيتارسا هو كاتب ومتخصص في الاستراتيجية الحربية في العالم وهو يعمل بالجيش الأمريكي هناك مشروع جديد لتقطيع لذبذبة العالم العربي ويجب أن نعرف أن القطيعة بين بردان الخليج بين قطر والسعودية والإمارات هي قطيعة كانت مدبرة كانت محظرة منذ سنوات يعني الإمارات كانت تلوم على قطر لأنها لم تنطم إلى الولايات المتحدة العربية وقطر هي المركز الأخير الذي يدافع عن الأخوان المسلمين وعن مشروع الخلاف الإسلامية يعني قطر كانت مستهدفة منذ الأول وهذا المشروع مثل ما قلت لكم سيكون نتيجة لإضطرابات ولحرب ستقوم في الخليج الحرب هذه نسميها الحرب العالمية الثالثة وكما تعرفوا كل الأوضاع اللي نشوفها اليوم كل الأحوال هذه القطيعة بين البدان الخليجية تمهد بكل أنواع التصعيد إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة بالأخص العمليات الإرهابية التي وقعت في إيران والتي جعلت من هذه الأخيرة أن تتهم السعودية كل هذه بوادر لا تؤشر بخير وحسب الإرهاسات ستكون اندلاع الشرارة الأولى للحرب العالمية الثالثة من إيران ثم تركيا التي التي بعثت جيشها لحماية حدود قطر هي أيضا بادرة لا تؤشر بخير هناك تصعيد عسكري بين البلدان الخليج وهناك محورين يظهروا السعودية مع الإمارات مع مصر ومع بلدان بلدان ليبيا واليمن ومع أمريكا والمحور الثاني يضم قطر والبلدان الأوروبية وبعض البلدان العربية كما تشوفوا هذه الخريطة ستقسم الخليج العربي إلى دويلات وغالف بيترس سمى هذه الحدود بحدود الدم يعني حدود الدم يعني حدود التي تضم 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 سكان من أصل واحد أو من أثني من أصل واحد أو عندهم من مذهب واحد سعودية ستقسم إلى ثلاثة دويلات كما تشوفوا منطقة في الشمال في حدود الكويت والعراق منطقة دويلة أخرى اسمها البقاع المقدسة تضم المدينة ومكة وهي في الغرب في غرب العربية السعودية والجهة المنطقة منطقة الجنوب ستنضم إلى اليمن ثم كما شفتم إذا شفتم فلسطين سيقع تفريغ القضية الفلسطينية سيقع 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 الحل القضية الفلسطينية بتأجير منطقة سينة للشعب الفلسطيني يعني شعب فلسطيني لا يستردد أراضيه بحدود 67 بل هو سيكون تهجير في منطقة سينة وسينة ستنضم إلى منطقة غزة يعني ستكون حدود جديدة لخلق دويلة صغيرة فلسطينية يعني منطقة سينة هي منطقة صحراوية منطقة فقيرة وهذه المنطقة ستؤجر إلى الشعب الفلسطيني يعني الشعب الفلسطيني سيدفع سيدفع المال ليبقى في أرض لا توافقه في أرض لا يملكها وبطبيعة إسرائيل ستسيطر على كل الأراضي الفلسطينية وستغلق حدودها في وجه الدويلة الصغيرة الفلسطينية منظني هذا الحل قد وقع وقع الموافقة عليه في القمة الأخيرة القمة الأمريكية السعودية ترامب وملك سلمان توافقوا على هذا الحل ولهذا سيكون التطبيع مع إسرائيل سيكون بطريقة علنية وبطريقة طبيعية جدا لأن حسب رأيهم القذيفة السنية قد حسمت ثم كما تشوف العراق ستقسم إلى ثلاثة دولات هناك في الجنوب العراق العراق الشيعة وفي شمال الغربي عراق الصنة وفي شمال في حدود تركيا وسوريا ستكون 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 دولة كردستان والكردستان هم هم الشعب متفرق على ثلاثة بلدان تركيا سوريا والعراق وسيكون سيكون شعب حسب هذه الخريطة بالضبط موحد وكردستان هم ناس مدعمين مدعمين من من طرف الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي منذ سنوات طويلة ومثل ما تشاهدون الدولة الدولة الأردن ستكون أكبر وستكون أقوى الأردن سموها جريتر جوردان وستكون لها امتداد على شمال العربية السعودية وستكون لها طلة على البحر الأحمر يعني الأردن سيكون من البلدان المحظوظين من الأسئلة المطروحة لماذا هذه المعاملة الإيجابية نعرف أن الأردن هي من أكبر حلفاء بريطانيا ومن حلفاء أمريكا ومعاملتها بطريقة إيجابية يعني أنها ستكون العين العين التي ستراقب الشرق الأوسط لصالح سيدها السيادها يعني البلدان الغربية وخاصة الرياض المتحدة الأمريكية يعني في هذه الخريطة الجديدة بعد الحرب العالمية الثالثة ستكون ذبذبة العالم العربي ستكون تقطيع إلى مقاطعات وإلى دولات ليس لها أي وزن سياسي ولا أي وزن عسكري بالطبيعة في الأعلام العادي في الأعلام في التلفزة وفي الأعلام الراديون الصحافة لا تتكلم عن هذا المشروع لأنها لأنها ترعى مصالح مصالح القنوات وكما تعفل القنوات هم مولين مولين من البلد من الوطن وأيضا من الخارج يعني إذا تحبوا تشوف الحقيقة إذا تحبوا تبحثوا على الحقيقة الحقيقة ليست في الأعلام الكلاسيكي ليست في التلفزة وليست في الراديون يلزم يجب أن تسمعوا أن تسمعوا كلام البحثين عن الحقيقة يعني الناس التي تعمل بحث التي تقرأ التي تطالع في في كتب وفي دراسات استراتيجية يجب يجب تسمعوا الناس اللي عندهم بحوث اللي عندهم تطلعات على المشاريع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية والروسية لأن هذه البحوث وهذه الأبحاث وهذه الأسرار لا تقالوا بطريقة عادية في التلفاز أو في الراديو هما أشياء تعمل في السر هما مشاريع تعمل في السر وبطبيعة الناس التي تبحث في الناس التي تطالع الناس اللي تخصص من وقتها لإعلام الناس ولتوصيل المعلومة للناس هما ناس يخدموا بدون مقابل يخدموا بدون بدون أي مصلحة شخصية أو مصلحة مادية أنا واحدة من الناس ما نخدم حتى جهة سياسية أو جهة اقتصادية أو بلد معين أنا أعمل هذا الفيديو لإعلام الناس وكمسلمة علي التبليغ وعلي واجب التبليغ وواجب إعلام الناس والمسلمين بهذه المؤامرات التي تحاك ضد الأمة الإسلامية وأخيرا سأقول لكم بالسلامة وإن شاء الله في فيديو جديد إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ما تبخلوش علي بلايك أو باشتراك أو بالضغط على الزر الأزرق بارك الله وفيكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر